أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية قافلة طبية بيطرية بمركز الصفة بمحافظة أجيزة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية وتهدف قافلة إلى حماية الثروة الحيوانية من خلال تطعيم المواشي ضد أي أمراض معضية وكشف المستمر وبالمجان بنوصل لهم الخدمة هنا عن طريق الدكاترة المختصين الدكاترة البيطاريين للكشف وطبعاً العلاج كله بالمجان والتحصين والتجريع كل ده بالمجان وده طبعاً عمل صدق حلو جداً على الفلاحين لأنهما كانوا محتاجين ده بنقوم بالقوافل دي كل أسبوع لا يقل عن أربع قوافل فبالتالي إحنا دايماً في اتصال مع القرى الأكثر احتياجاً وبالاتصال مع مدير الإدارات في المنطقة اللي إحنا هنراحل له وبناخد الأدوية ونتوجه وبنقوم مع عمليات الرش والتجريع عشان التفايلات الداخلية والخارجية والعلاجات اللازمة للحياة